معاناة وخوف وجوع ومصير مجهول هذه كلها وأكثر ما يمكن أن يجنيه المواطن تحت حكم الميليشيا فبعد عامين من الانقلاب ونتيجة الإخفاق في الإدارة المالية للبنك المركزي ونهب الاحتياطي المالي عمدت الميليشيا إلى التوقف عن تغطية واردات البلاد من القمح والغذاء منذ ما يقرب من عام ما تسبب في حدوث مجاعة وضع حدا بالقطاع الخاص إلى التحرك وتغطية حوالي 95 من واردات اليمن من القمح والسلع الغذائي والوقود إلى ذلك تقول مصادر إن الكميات المتوفرة في السوق تكفي لستة أشهر على الأقل وهناك كميات كبيرة لا زالت تصل إلى الموانئ اليمنية إلا أنها ما زالت وجه عقبات بسبب عنف الميليشيا التي تعمل على استهداف السفن في البحر الأحمر وباب المندب وكانت الميليشيا تحاول إشاعة توقيف استيراد القمح من أجل استغلالها لنشر الهلع ورفع الأسعار واستخدامها للتوظيف السياسي محاولة تصوير الوضع بأنه جاء نتيجة نقل البنك المركزي إلى عدن إلى ذلك يرى مراقبون أن اليمن لا تعاني أزمة قمح بل أزمة رواتب متوقفة منذ أربعة أشهر عملت الميليشيا على قطعها واستخدامها لإغراضها الحربية ما أضاف بؤسا إضافيا إلى ملايين المواطنين الذين يعيشون تحت سلطة الميليشيا